السيدة الأولى يعني كان عندك ذكريات مع السيدة جهان السادات مع السيدة سوزان مبارك الحقيقة مدام جهان كنت أنا مدير المسرح للحديث وهي كانت دايما تيجي مع سيدات يعني أصدقائها وكده وكاد بتتفرج وكاد أحيانا تقول لي فيه مسرحية إيه الحلوة يعني تستاهل إن أنا أجيب الناس اللي معايا أجي أتفرج أقول لها آه تستاهل أو لأ بلاش ما تجوش في دي في حاجة تانية حتكون كويسة كان لها ملاحظات برضو جميلة جدا على الملابس مرة طلعت وقعت لي إيه يا سميحة دا إيه البنات الرقيصات دول لبسين لبس فقير جدا ووحش جدا قلت لها إيه يا جريط بخي كلف يا سيد إيه الميزانية اطلبي لنا من سيادة الرئيس ميزانية للمسرح للمسرح وإحنا حتلاقيهم لابسين زي ميري انتوانيت لكن يعني كانت لها ملاحظات فنية برضو السيدة سوزان أنا شفتها مرتين يعني وجها لوجه مرة كانت جاية في المسرح القومي هي والرئيس يتفرجوا على مسرحية ومرة تانية في فرانكفورت في هيئة الكتاب المعرض بتاع الكتاب قابلتها كده تقابلنا وجها لوجه كده فالحقيقة كانت معايا مونة مونة الكاتبة اللي كانت في الأهرام فقالتلي تعالي ميرات الرئيس هنا وتعالي مدام سوزان موجودة وتعالي تعالي تعالي سلم قلتلي اسمعي أنا ما بحبش التهافت لا أنا مش هروح اسلم على حد إذا صدفت أروح لكن أنا بطلت أروح مقابلات الرئيس وكده من منظر الناس اللي بيتهافتوا وعايزين يسلموا وأنا ما بسلمش يشكوا إن أنا ضد لا أنا ما بروحش الحاجات دي ما حبش انت شايف أن الفنان يبقى دائما أقول ومين ممكن يتذكر مثلا رئيس الوزراء أيام رجدي أبازة ولا رئيس ايه تيك الروس دي أبازة ولا وزير الداخلية أيام فاتن حمامة لكن أتذكر فاتن حمامة ورجدي أبازة فالفنان يبقى يعني انت حزين على تهافت البعض تهافت البعض يعني يعملوا معرفش إيه وحيموت نفسه عشان يسلم ايه يعني ايه يعني فقلت لها لأ 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 أنا مش هروح أنا آآ بتفرج في المعرض وخلاص وانتهي صدفت بقى وتقابلنا في وش بعض فطبعا آآ اسلمت عليها آآ واتبسطت لإني أنا ما يعني ماشي في طريق وهي الست ماشي في طريقة الحقيقة آآ احتفت بيا جدا وقيت لي سميحة اسمعي أنا عايزاكي أول ما تنزلي مصر تتصل بيا ضروري وعايزين نخلي المسرح القومي ده زي مكتبة إسكندرية قلت لها إن شاء الله أول ما أنزل حتصل بحضرتك فلما أنزلت قلت الأستاذ فاروق حسني حرم الرئيس قبلتني وقالت لي كذا 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 وإني بلغت اللهم فشد وخلاص ونسينا بقى طيب في صورة كمان مع الزعيم الفلسطيني ياسر عرفات نشوفها ووضع هل كانت لك أيضا ذكريات مع الزعيم الفلسطيني الراحل ياسر عرفات هو كان صديق لسعد سعد دين وهبة وأنا بالتبعية يعني أنا بيحبني كفنانة لكن بتبعية سعد وهبة صديقته إلى أن تقابلنا في الأردن وعزمنا على الغدا أنا والمجموعة بتاعت الوزير العاشق وكان قاعد يتكلم عن الفن وفلان لعب دور كذا في سنة كذا وفلان لعب ما تكلمناش عن السياسة خالص تكلمنا فن فن وفاكر وذاكرة وحديدية ومحدث رائع وخلصنا وخلاص وباي باي سلام سلام ويحب الفن يعني إلي إليه يحبه جدا 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 لدرجة أنه فاكر لعبت إيه وعملت إيه ومرة أنا كنت وقفة على المسرح وعيل عيط فقال لي عملت كده ساعة العيل معيط يعني واخد باله من المفردات الرفيعة قوي قوي بتاعت كل واحد وفاكرها هي الحاجات دي بتفسد تركيزك في المسرح آه إزاي أنا لما اسمع صوت يعني ببقى يعني متضايقة جدا والحمد لله يعني أنا لما بطلع على المسرح كله هس عيل بس عيط مرة إلى هذا الحد التركيز مهم جدا طبعا لأنك إنت بتبقى عايش في شخصية عايش فيها وبتقولها وبكل مفرداتها وكل أحسسة لما تسمع بقى أي تعليق أو أي حاجة لا أولا ما فيش تعليق في المسرح اللي أنا بعمله ما فيش تعليق يعني في بعض مسرحيات في القطاع الخاص بيخشوا قافية مع الجمهور آه بطلعوا عن النص تماما آه زي آه آه واللي جيله الفي كده بتصدفة يقوله عمري جملة لما كنا نحب نغير جملة نقول للمؤلف أنا شايفة إن الجملة دي ممكن أقولها لكن لازم تلتزم بالنص لازم ما فيش حاجة اسمها الافي جالي وقتها فلازم أقوله إنت بتكتب بتشتغل سياسة برضه إنت بتشتغل على المسرح سياسة فيجوز إنت تقول حاجة عكس انتماءه السياسي آه إنت ماء المؤلف السياسي جايز تقول إنت حاجة من عندك يكون هو يساري إنت عملته يميني فتبقى نكبة آه يعني إنت ضد ما يحدث المسرح التجاري من آه الخروج آه الخروج عن النص لا عامل إفئ اتفق ما تفاجئنيش اتفق اتفق في البروفات طلعت المسرحية أول يوم على المسرح خلاص لازم نلتزم بيها لا وتحويله إلى رأس أحيانا وشفتي ده ده بقى كات موضة آه يعني من من خمستاشر عشرين سنة المسرح بقى رأسه كله يعني ما بقاش كلمة وبعدين اتقلب حضرتك سألتني سؤال في أول القاعدة إن المسرح إيه اللي حصله اللي حصله إنك إنت ما بتعتمدش على الكلمة دلوقتي بتعتمد على الجسم والتجريب والتغريب ولا يمكن المسرح كلمة 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 ما يعتمدش على الإثارة الجسمانية يعني إن أنا جيب التحبيش يعني يقولك هات آه شوية كده لا وفيه ناس تانية مثقفين يقولك أنا بعمل رؤية جديدة أنا بعمل معرفش إيه وكله كلام فارغ وبعدين إجيال بتقلت بعضها يعني أنا مرة رحت سوريا في مهرجان كل المهرجان عامل تجريب فقلت لهم إيه اللي حصل أنا ما شفتش مسرحية أنا شفت محاولات طب هو كله كده فين الكلمة ما فيش كلمة ما فيش فكر ما فيش رأي المسرح قضية كبيرة أوي 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 طيب في صورة تانية مع الرئيس السوري الراحل أيضا حافظ الأسد يعني ده واضح دخل معك في حوار طويل آه الحقيقة أنا استغربت لما كنت هناك في سوريا وكنت في مهرجان قال لهم خلي سميحة أيوب ما تسافرش وتقعد هي وزميلها اللي عايزاهم يقعدوا معاها على حساب رياسة الجمهورية إحنا كنا بننزل على حساب النقابة الفنانين قال لهم حتنزل هي وأصدقائها على حساب رياسة الجمهورية وخليها تقعد ما تنزلش عشان حنحتفل بيها احتفل بيها إيه الحكاية وبعدين أنا أيلالهم في البيت إن أنا رجع يوم كذا فوزير الثقافة كان فوزي الكيالي آه قال لي يا سميحة الرئيس عايزك تقول تقول له لأ إنت تكلم سعد إحنا واخدين على إننا لما نقول حنزل يوم كذا يعني أنزل يوم كذا إنت كلمه وقوله وإلا إذا كانش هو حيقول لي تعودي حنزل زي ما أنا متفقى معا كلمه وقال له ده الرئيس كذا 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 قال له عايزينك إنت كمان تعال عشان تحتفل بها أنا ما عرفش عايزني ليه الثاني يوم قال لي فوزي الكيالي أنت حينم عليك بوسام الاستحقاق من الدرجة الأولى طبعا في هيست جواي في ريحت طبعا وبعدين لما رحت هناك في ريست الجمهورية لقيته شايف لي حاجات كتير جدا فبقول له هو سيادتك عندك وقت تشوف كل الحاجات دي قال لي لأ وهنا بقى بقول لهم يسجلوا لي وبتفرج عليها في أوقات الفراغ بتاعتي لقيته شايف كل معظم أعمالي تقريبا قاعد ينقشني فيها وكانت قاعدة حميمة جدا جدا وكان راجل بسيط قوي 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 على قد الجبروت سياسي ما هذا بيخلص أعمالي أنتم تابع الوضع في سوريا يعني هل تتابعين ما يحدث في سوريا طبعا وهل هنا أنت مع بشار الأسد ابن الرئيس تانين مش إخوان مسلمين برضو إخوان المعارضة فيها جماعات تكفيرية طبعا ما هم يعني زي اللي حصل لنا زي اللي حصل لنا ونفسهم يعملون سوريا تانية لكن لن تكون سوريا تانية أبدا أبدا دي مصر مصر العظيمة مصر الكبيرة أوي إذا كان أردوغان ولا بدوع قطر ولا 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 والجزيرة البزقات اللي بتتقال في الجزيرة دي ما بيكسفوش من نفسهم مصريين دول اللي راحوا اللي باعوا نفسهم ما بيكسفوش من نفسهم اللي بيشتغلوا في الجزيرة ما بيكسفوش شايف أن هم باعوا نفسهم باعوا نفسهم طبعا طبعا باعوا نفسهم عندك حسين الجزيرة تتأمر على مصر يعني ايوة ايبا لا متأمر متأمر ده يحطولك حاجة يقولك المظاهرات شغالة ويجيبولك صورة نسين انها التسجيل ده بتاع 15 يوم مصر من اي شارع تاني يعني يقولك شايفين المظاهرات يعني كدبين طيب وفتاوى الشيخ القرداء لم تلتقي به مع عدد كبير من الفنانات لم ألتقي به ولم أشرف يعني بلقائه طيب ولما بتشوفه فتاوى القرداء التي تحرد على مصر هذه الايام ده شيء مؤسف شيء مؤسف ومش هيخش مصر ومصر لن تقبله وبكرة البلد اللي هو قاعد فيها دي برضو حيتردوه ومش هيلاقي وطن يلمه يعني كل واحد بيعمل كده حيبقى مشرد اللي بيبيع ضميره ويبيع مصريته حيشرد طيب خليني وانا وانا بنتقل مع حددك من محطة الى محطة يعني عايز كمان ارجع تاني بخلط الماضي بالحاد ارجع لزمان قوي معقول ساميح ايوب دخلت الفن لانها كانت بتحلم بصورة